موسيقى بعد موت الملك هيرودوس الكبير انقسمت مملكته إلى أقسام على أولاده الثلاثة اللي كانوا بيحكموا في هذه البلاد في هذه الأرض القسم الأول طبعا مملكة اليهودية كان بيحكمها ابنه أرخلاوس أرخلاوس طبعا كانت مملكته على اليهودية اللي هي أورشليم وإلى المنطقة الجنوب إلى أدوم لكن كان شخص غير نافع عادي من نفع وكان شخص متوحش فاسد وشرير أيضا وأيضا هذا أرخلاوس قتل أو ذبح 3000 شخص اللي كانوا غير راضيين على فترة حكمه طبعا ما مكثش في الحكم كثير أقالته الحكومة الرومانية ونفته وبعدها على تلك المناطق ابتدى يحكم الحاكم عدة حكام طبعا حاكم المشهور في العهد الجديد اللي هو الوالي بيلاطوس بيلاطوس البنطي اللي جاء طبعا إلى أورشليم وقت محاكمة المسيح الشخصية الثانية هي هيرودوس فليبوس هيرودوس فليبوس كان بيحكم المنطقة الشمالية طبعا بعد بحيرة طبرية في منطقة الجليل الأعلى والجولان إلى جبل حرمون مع الأردن طبعا المنطقة الشمالية كليا فهيرودوس فليبوس كان شخص مسالم نوعا ما وفترة خدمة يسوع المسيح كانت فترة مهمة جدا لدرجة أنه كان ممكن يسافر يتحرك لأنه كانت على الطريق الرئيسي فيا مارس طريق البحر وكان بيخدم بشكل مستمر لكن الشخصية الأكثر شهرة في الكتاب المقدس هو هيرودوس أنتيبوس كان حاكم على الجليل ومنطقة طبعا برية عبر الأردن الجنوبي وهذا الشخص هو الذي قطع رأس يحنى المعمدان وكان شخص خبيث جدا لدرجة قال المسيح عنه قوله لهذا الثعلب وأيضا هو اللي كان عند محاكمة المسيح في ليلة الصلب المسيح أو في يوم الصلب كان موجود في أورشليم فطبعا اسمه شهرته أكثر من أي شخص هؤلاء جاءوا بعد طبعا هيرودوس الكبير اللي كانوا بيحكموا هذه البلاد فطبعا خلينا ندرك أنه في كل شخصية كان في تتميمة للنبوة في أيام أرخلاوس لما رجع يوسف ومريم والطفل يسوع من مصر تركوا اليهودية جاءوا إلى الجليل حتى يتحاشوا طبعا شراسة وفضاعة هذا طبعا الملك وجاءوا سكنوا في الجليل في منطقة الناصرة لكن خدمة المسيح كانت في منطقة الجليل منطقة هيرودوس فيليبوس في المنطقة الشمالية لتتميم النبوة الجالسين في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور هذه الأصباط زبلون نفتال التي أخذت إلى السبي الأشوري سنة 722 قبل الميلاد هي الأصباط التي رأت نور المسيح وعمل المسيح ومعجزات يسوع المسيح في هذه المنطقة اشتركوا في القناة